في اجتماع على وجود الخطاب الكراهية بس ما في نحكي تعريف مناسب لهذا الخطاب كيف نحن ممكن نقيم أو نحكي أنه هذا الخطاب هو يحث على الكراهية أو العنف أو التطرف طبعاً باتفق معك بموضوع الإجماع على إدانة الكراهية بكافة أشكالها سواء كانت بالخطاب أو بالفعل لا يوجد تعريفات دولية أيضاً لخطاب الكراهية هناك جهود لبعض المنظمات الدولية استندت إلى المادة العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي حضر أي دعوة إلى الكراهية أو التمييز بكافة أنواعه أو الدعوة إلى العنف من جهة أخرى على المستوى الوطني أيضاً لا يوجد تعريف قانوني علمي جامع شام المانع للكراهية لكن هناك إدانة وتجريم بالقوانين لصور أفعال تشكل كراهية في مجملها مثال عليها الدعوة إلى العنصرية أو إثارة النعارات الطائفية أو المذهبية هذه أحد أشكال الكراهية دولياً الجهود هناك جهود لمنظمة المادة 19 Article 19 Organization وضعت عدد من المبادئ سميت مبادئ كامدن فيها تحديد لصور الكراهية وماذا يشكل كراهية وماذا لا يشكل كراهية الإجماع والعامل المشترك بين هذه الصور هي الكراهية الدينية والكراهية العنصرية والكراهية القومية طبعاً هناك أشكال التمييز على أساس الجنس أو على أساس اللون أو على أساس النوع والدعوة إلى العنف وأنا بضيف عليها التبرير لأعمال العنف إذا كان هناك دعوة لإباحة أعمال العنف هذا بالمجمل ما هو موجود المادة 150 من قانون العقوبات الأردني عاقبت بشكل صريح مباشر على إثارة النعارات المذهبية والعنصرية والطائفية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وهذا بشكل صريح وواضح موجود في قانون العقوبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر